السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله أن يدخل علينا الشهر الفضيل ونحن في خير وعافية وأن يعيننا على صيامه وقيامه وعلى حسن العبادة فيه طبعا هناك مسلسلات تعد من سنوات لماذا؟ لتعرضها في رمضان من أشهر هذه المسلسلات مسلسل باب الحارة الذي تقريبا من 12 أو 11 سنة وهو يعرض أحد الممثلات أنا لا أعرف اسمها حقيقة هي مشهورة باسم أم زكي منذ 11 سنة وهي تمثل في هذا المسلسل باسم أم زكي وصارت مشهورة بين الناس ولعل كثيرا من الناس يعرفها ويتابع هذا المسلسل الذي يعرض حصريا في رمضان ولا يتابعه أحد إلا في رمضان المهم سألوها ما هي المسلسلات التي تتابعينها في رمضان فتخيلوا ما هي المسلسلات التي تتابعها هذه الممثلة التي طيلة السنة وهي تشتغل من أجل إغواء المسلمين في رمضان من أجل أن ينشغلوا عن عبادتهم عن قرآنهم اسمعوا ما هي المسلسلات التي تتابعها أم زكي التي تمثل في باب الحارة لا والله أنا بتابع القرآن أنا برمضان بقرة ثلاث ختم ثلاثة وبتابع الصلاة وبتابع العبادة لأنه المسلسلات اللي بدأت تطلع برمضان تطلع بعض رمضان مباشرة أيوة بعضين بتفرغ له أما برمضان لا أنا متفرغ على قراءة القرآن والعبادة أسمعتي يا غالية ماذا تتابع القرآن لها ثلاث ختمات والمسلسلات ستعود بعد رمضان طبعا هذه نسأل الله أن يتوب عليها نسأل الله أن يغفر لنا ولها وأن يكتب لنا ولها توبة النصوحة قبل الموت وأن تكف عن ما هي فيه من الاختلاط بالرجال ومن التبرج ومن أن تجلس مع الرجال وتسلم عليهم وتكون بشعرها وهي كبيرة في السن فالإنسان لما يكبر في السن يستحي من الله يا عز وجل فنسأل الله أن يهدينا وإياها وأن يتوب علينا وعليها المغزى من هذا الكلام يا غالية أن هؤلاء الذين ينشرون المنكرات والفواحش بين المسلمين وينشرون تضيع الأوقات وينشرون الأشياء التي يكون فيها مسبة للدين ويهانة للمسلمين وتضيع لأوقاتهم وأنتم تعرفنا ما في المسلسلات من مسخرة من مسخرة في الدين وفي الملتزمين وفي تعاليم الدين ولعلي أجد متسع من الوقت وأتكلم عن الشركيات الموجودة في المسلسلات ما أريد أن أقوله يا غالي إن كان هؤلاء حريصين على رمضان وحريصين على القراءة في رمضان وحريصين على أن يضيعوا أي وقت في رمضان فما بالي وبالك التي لا نتابع هذه المسلسلات والحمد لله التي لا نضيع أوقاتنا أمام التلفاز فحريهم بناء أن نتوقف عن متابعة أي مسلسل لا في رمضان ولا في غير رمضان لكني أكون حريصة كل الحرسين أن في رمضان أقلب شاشة التلفاز فلا أشاهدها وأحذف المواقع التي لا أستفيد منها وأجعل لي جدولا سأحفظ كذا وسأقرأ كذا وسأتابع كذا وسأسمع تفسير وسأكمل هذا الدرس وسيكون وقت كلها 24 ساعة خلال الثلاثين يوما سأجعلها كلها لله ولا أضيع منها شيء كني صاحبة همة ولا تكون ممن أضع هذا الشهر الفضيل بمسلسلات وأفلام أو أشياء تندمين عليها فالمغبون الذي يخرج من رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين 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 فقيل له وهو يصعد على المنبر فقال له الصحابة سمعناك تقول آمين 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 ولم نسمع دعاء ولم نرى أحد فقال صلى الله عليه وسلم ذلك جبريل يقول لي رغم أنفه من ذكرت عنده فلم يصلي عليك ورغم أنفه من أدرك رمضان ثم انسلخ منه ولم يغفر له ورغم أنفه من كان له أبوان كبيران ولم يدخله الجنة تخيلي الأوسط رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له فانتبه أن تكوني من هذا الذي يشملهم الحديث وكوني في هذا الشهر كغيرك من الشهور وكغيرك من السنوات من القرب من الله من الاستغفار من الذكر من التوبة النصوح لعل الله أن يغفر لي ولك ويكتبنا من اعتقاء ناره بحوله وقوته جنبني الله وإياك كل المسلسلات وكل الفتن وكل ما يضيع أوقاتنا وجعلنا من الهدات المهتدين أكثر من الدعاء فإن الذي يلح على الله بالدعاء يستجيب له بأن يهديه ويصلح حاله بارك الله فيكنا جميعا وحفظني وإياكم وأراكم في مقطع آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته